نجح موقع تستيمونيالز في الوصول إلى عشرين مليون شخص لتوثيق انطباعات السائحين الإيجابية عن زيارة مصر مؤخراً واستطاع الموقع تزويد هؤلاء السائحين بالمعلومات الصحيحة عن الوضع في مصر لقطع الطريق عن أي تداول لأخبار مغلوطة عشرون مليون شخص خلال سلاسة عشر يوماً نجح موقع تستيمونيالز في الوصول إليهم لتوثيق انطباعات السائحين الإيجابية عن زيارة مصر مؤخراً فضلاً عن تعريف الأجانب باستقرار الأوضاع في البلاد وفي ظل الإشادات الدولية بالسياحة المصرية استطاع الموقع تزويد هؤلاء السائحين بالمعلومات الصحيحة عن الوضع في مصر لقطع الطريق عن أي تداول للأخبار المغلوطة بما قد يترتب عليه اتخاذ قرارات بإلغاء الرحلات وتغيير الوجهة السياحية الإشادات الدولية جاءت في ظل جهود الدولة المصرية للترويج للقطاع السياحي والحفاظ على حركة الطيران الوافدة مع استمرار الأنشطة التسويقية للمقصد السياحي بما يبعث الطمأنينة لدى الزائر الأجنبي بأنه على موعد مع الاستمتاع بتجربة سياحية متميزة مصر استعانت كذلك بشركة دولية متخصصة في مجال العلاقات العامة لتحسين الصورة الزهنية عنها كوجهة سياحية آمنة لا تتأثر بأي أحداث سياسية أو تطورات إقليمية في المنطقة علاوة على تقليل تأثير الأخبار السلبية عن حركة الحجوزات السياحية وكللت الدولة خطواتها الجادة بمجموعة من الزيارات الدولية مع منظم الرحلات الخارجية لتنسيق الرؤى وضمان استمرار المبيعات فضلاً عن بس رسائل إيجابية في وسائل الإعلم وكانت الدولة قد قررت مضاعفة الميزانية المخصصة للإنفاق على حملات التسويق المشتركة والرحلات التعريفية بما يخدم المقصد السياحي المصري اشتركوا في القناة